أصدد الله صباحكم مساءكم بكل خير ماكو أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم سأقوم بالتحدث ومراجعة كاميرا Canon 6D Mark II أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفلكر تحت كل صورة ستجدوا معلومات الصور وأيضا هناك صورة مكررة وهي تجربة أداء الكاميرا بإيسو مختلف وفي نهاية هذا الفيديو سأضع صور تجربتي لهذه الكاميرا المقطع الأخير يحوي على موسيقى وأيضا خلال هذا الفيديو سأعرض بعض المقاطع لتصوير الفيديو بهذه الكاميرا المقاطع هي تصوير ليلي لمندينة نيويورك في القارب أتمنى أن ينال إعجابكم فبداية سوف أتحدث عن الأمور التقنية في هذه الكاميرا وبعد ذلك سوف ننتقل إلى رأي الشخصي وبعض المقارنات وتلخيص فعمليا هذه الكاميرا هي تحمل مستشعر فول فريم من شركة كانون المستشعر ينتهي صور بحجم 26 ميجا بيكسل الكاميرا تأتي مع معالج جديد وهو جيك 7 نظام الفوكوس يحوي على 45 نقطة فوكوس الكاميرا تصور فيديو بحجم فول اتش دي بسرعة 60 إطار في الثانية وأيضا 30 و 24 إطار في الثانية هناك مقلل اتزاز إلكتروني لتصوير الفيديو في هذه الكاميرا عمليا مقلل اتزاز إلكتروني يختلف عن نقلة الاتزاز الميكانيكية الموجودة في العدسات أو في بعض الكاميرات أيضا هذه الإمكانية ممكن أن تجدها في برامج منتاج الفيديو فهناك مقلل اتزاز إلكتروني في داخل هذه البرامج ممكن تستعملها لتقليل اتزاز في الفيديو طبعا هذا موضوع آخر ولكن فقط للتوضيح أيضا الكاميرا تحوي على نظام فوكوس دول بيكسلينج في تصوير الفيديو وهو من أفضل أنظمة الفوكوس في تصوير الفيديو الكاميرا تصور صور عادية بسرعة 6 إطارات ونصف في الثانية تحسية الحساس أو المستشعر للضوء تبتد بين 100 ISO حتى 40 ألف ISO وممكن تضخيم هذه القيمة من 50 ISO إلى 102 ألف ISO الكاميرا تصور فيديو بتقنية HDR وأيضا كنية تايم لابس بواسط هذه الكاميرا الكاميرا تحوي على الشاشة قابلة للطي والحركة بحجم 30 إنش وبدقة مليون بيكسل أيضا الشاشة تعمل باللمس هناك عدة تقنيات إصال في هذه الكاميرا مثل واي فاي، NFC وبلوتوث وأيضا هناك نظام ملاحة GPS مبني في داخل هذه الكاميرا هناك منفذ واحد لكلة الذاكرة من نوع SD كارد وأيضا هناك عدة منافذ مثل ميني USB وميني HDMI C وأيضا هناك منفذ لمايكروفون خارجي الكاميرا لا تحوي على منفذ لسماعات خارجية أيضا لا يوجد في هذه الكاميرا فلاش مبني في داخل الكاميرا وإنما هناك منفذ لفلاش خارجي سوعة الغارة تنتد بين 30 إلى 1 على 4000 جزء من الثانية البطارية الموجودة في هذه الكاميرا تنتيك أن تصور كمعدل 1200 صورة على قوة البطارية وزن الكاميرا هو 660 جرام فعمليا هذه الأمور التقنية لهذه الكاميرا عملين هذه الكاميرا هي تحديث الإصدار Canon 6D الإصدار الأول إذا كنت تملك Canon 6D الإصدار الأول وتفكر أن تقوم بشراء هذه الكاميرا طبعا أنصح بهذه الأمر لأنه تم تحسين الكثير من الأمور في هذه الكاميرا معالج أفضل مستشهر أفضل نظام فوكس أفضل شاشة أفضل نظام فوكس في الفيديو أفضل سرعة التصوير هي أفضل هناك عدة تقنيات زي واي فاي بلوتوث إلى آخره فعمليا إذا كنت تملك الإصدار الأول بعد خمس سنوات تفكر بتحديث الكاميرا فأنني أنصح بهذه الكاميرا أما إذا كنت تريد أن تشتري كاميرا جديدة فعمليا الأمر يتعلق بالمزنية المخصصة لشراء هذه الكاميرا السؤال هنا هل أنصح بهذه الكاميرا أو لا فدعني أوضح بعض الأمور الغير جيدة في هذه الكاميرا أولا وجود منفذ واحد لكلت الذاكرة في هذه الكاميرا ولكن تسعر ألفين دولار بالنسبة لي هذا أمر سيء إذا أي شخص يعمل في مجال التصوير وجود كارت إضافة هو أمر جدا حيوي من لأن كلوت الـ SD كارت ممكن أن تخرب في أي وقت فعمليا ممكن أن تقوم بتهيئة الكاميرا بحفظ الملفات في نفس الوقت في الكارتين فإذا خرب كارت في أنك نسخة إضافية احتياطية فعمليا هذا أمر بالنسبة لي جدا مهم ثانيا أن الكاميرا تصور في 4K طبعا بعض سوف يقول أن 4K غير مهم ولكن قبل ثلاثة سنوات تحدث عن 4K وقلت أن في المستقبل القريب سوف يكون 4K أمر أساسي وعمليا نحن الآن في فترة العبور من Full HD إلى 4K فعمليا قبل ثلاثة سنوات أجزت التلفزيون أو الشاشات التي تعرض 4K تقريبا سعرها كحد أدنى 5 ممكن يصل إلى 10,000 دولار اليوم تشتري تلفزيون بعد 4K 60 إنش تقريبا بـ 800 دولار أو أقل بالإضافة لذلك أغلب الكاميرات التي صدرت في هذا العام أو العام السابق المنافسة لكانون من سوني ونايكون تصدر كاميرات تحوي على 4K زي نايكون D7500 أو سوني ألفة ستلاف وخمسمية أو ألفة ستلاف وثلاثمية فعمليا هذه الكاميرات تحوي على حجم 4K باللغة لذلك عدم وجود منفذ للصوت أو للسماعات الخارجية في هذه الكاميرا يجعل هذه الكاميرا ليست مناسبة لأي شخص يريد أن يصور بشكل احترافي في هذه الكاميرا مع العلم أنه 80D تحوي على منفذ لسماعات خارجية طبعا المنفذ هذا جدا مهم إذا أنت كنت تصور ضمن الطاقم فعمليا هناك شخص يقوم بعمل مقابلة وشخص يصور فعمليا شخص الذي يصور يريد أن يراقب قوة الصوت هل تسجيل الصوت مناسب المايكروفون المحسول بالكاميرا يعمل بشكل جيد فعمليا وجود منفذ لسماعات خارجية ينطي المصور مراقبة الصوت الذي يتم تسجيله بشكل فعلي في الكاميرا فعدم وجود هذا الأمر يجعل هذه الكاميرا غير مناسبة لأي شخص يريد أن يعمل بشكل احترافي في مجال التصوير إذا كنت تفكر أن تشتري هذه الكاميرا لتصوير الفيديو أنصحك أن تعيد تفكيرك وأن تبحث عن إمكانيات أخرى سعرها أقل من ألفين دولار وممكن تطيك إمكانيات أفضل زي كانون 80D أو سوني ألفا 6500 أو نايكون D7500 فهذه الكاميرات سوف تطيك إمكانيات أفضل في تصوير الفيديو النقطة السلبية أخرى في هذه الكاميرا هو أن صعد الغالق تمتد بين 30 حتى 1 على 4000 جزء من الثانية مع للم أن كاميرات زي كانون 70D و 8D تنطيك إمكانيات تصوير بسرعة تصل إلى 1 على 8000 جزء من الثانية سؤال لماذا لا تجد هذه الإمكانية في هذه الكاميرا ولا تسعرها أغلى لا أعرف بالنسبة لجودة الصور في هذه الكاميرا هي جيدة هل هناك كاميرات أفضل منها بسعر أقل من ألفين دولار الإجابة نعم زي سوني ألفا 7 مارك 2 الآن سأنتقل إلى Lightroom لأرككم مقارنة سريعة للمجال الدنميكي للألوان بهذه الكاميرا وNikon D610 طبعا شرحت ما هو المجال الدنميكي للألوان أو الضوء في فيديو سابق سأضع الفيديو في الأسفل أنصحكم أن تشاهدوا الفيديو حتى يكون هذا الفحص مفهوم وواضح لكم فدعنا ننتقل إلى Lightroom طبعا يجب عندي هنا عدة صور صوت هذه الصور في نفس الوقت وفي نفس الإعدادات استخدامت Canon 6D Mark II وNikon D610 فكما تلاحظوا أن التعرض إلى الضوء هو ليس جيد فعمليا سأقوم بزيادة التعرض بثلاث درجات في كل صورة وبعد ذلك سنقوم بعمل مقارنة فسوف أزيد الإضاءة فعمليا سوف أزيد التعرض بثلاث درجات في كل صورة وبعد ذلك نقوم بعمل مقارنة فعمليا تلاحظوا الصورة التي على اليمين هي بCanon تلاحظوا هن معلمات الصورة هي ISO 124 MF10 صعد الغالق 1 على 200 جزء من الثانية على اليسار هي بNikon صورة الغالق 1 على 200 F10 24 ISO 100 فتلاحظوا معلمات الصورة هي متطابقة الآن سأقوم بعمل زوم فتلاحظوا أن الصورة على اليسار وهي بNikon هي أفضل الألوان ما زالت طبيعية أما اليمين بCanon تلاحظوا وجود نوع من الضجيج أو النمش أو النوز في الصورة أيضا يوجد هناك خلال في الألوان سوف أعطي مثال آخر وسوف أقوم بنفس العملية زيادة التعرض بثلاثة درجات في كل صورة فمين تلاحظوا الصورة التي على اليمين هي بCanon ISO 124 MF7.1 و1 على 200 جزء من الثانية على اليسار هي بNikon ISO 124 MF7.1 صعد الغالق 1 على 200 جزء من الثانية فدعنا نقوم بعمل زوم فتلاحظوا الفرق على اليسار Naikon فتلاحظوا الضجيج الذي موجود في الصورة تلاحظوا أن الصورة Naikon D610 هي أفضل بالمقارنة مع Canon 6D طبعا هذا فحص لمجال الديناميكي للألوان ونقطة لتوضيح أداء Canon 6D في ISO عالي هي أفضل من Naikon D610 ولكن مجال الديناميكي للضوء في Naikon D610 هو أفضل من Canon 6D Mark II فكما تلاحظوا هنا بعد خمس سنوات Canon لم تقدم كاميرا تستطيع أن تنافس Naikon في هذه النقطة تحديدا أيضا بسبب الأمور التي ذكرتها مثل سرعة الغالق وجود منفذ واحد لكروت الذاكرة عدم إمكانية تصوير فوركو بهذه الكاميرا فلهذه الأسباب لا أنصح بهذه الكاميرا لأي شخص يريد أن يدخل لعالم التصوير أو يبحث على الانتقال من Crop Frame إلى Full Frame هناك كاميرات أفضل في السوق سعر أقل من 1000 دولار ونطيق جودة صور أفضل وفي أمكانيات أكثر مثل Naikon D650 أو Sony Alpha 7 Mark II فهذه الكاميرات هي أفضل من هذه الكاميرا فعمل هذه مراجعة لهذه الكاميرا إذا في أي شيء سأنتهي اعتراض على ما جاء في هذا الفيديو أتأمل أن يكون الاعتراض مبني على أساس فعلي وعملي وتجربة حقيقية لهذه الكاميرا وليس على أساس عاطفي لأن هناك في مجموعة صغيرة من مشجعي كانون بأخذ الأمور بطريقة عاطفية زيانة على اللزوم نفس الأمر عندما أبدأ رأيي بشكل صريح في Naikon يقول لي أنني متحيز لكانون وعندما أبدأ رأيي بشكل صريح في كانون يقول لي أنني متحيز لنايكون فهذه أمور عاطفية ليس لا محل في قناتي أنا أبدأ رأيي على تجربة فعلية لهذه الكاميرات الاعتراض مطلوب ولكن يجب أن يكون مبني على أساس فعلي وعملي إذا في أي شخص عند سؤال بتعلق في هذه الكاميرا أو أي موضع يتعلق في التصوير ممكن ترك سؤال تحت هذا الفيديو أو تحت أي فيديو في قناتي في اليوتيوب أيضا أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين وتجعل الآخرين على الاشتراك في قناتي في نهاية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع صوت تجربتي لهذه الكاميرا إلى اللقاء مع تحياتي أبو ملد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر